أكثر من ثماني سنوات والدولة المصرية تستكمل البناء رفعت القوام وارتفعت بالأحلام من أجل منظومة حماية اجتماعية شاملة بدأت باستراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة إذا كان همها الأول العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي حماية للمواطنين ودعما لهم بالمبادرات والبرامج المختلفة استراتيجية كاملة أطلقتها الحكومة للنهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمجينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلوات الاستثنائية للتخفيف من أثار الإصلاحات الاقتصادية والأزمات العالمية عن كاهل المواطنين مليارات الجنيهات تكلفتها الدولة من أجل زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية فزاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بأكثر من 50% خلال ثماني سنوات بالغاً 343 ملياراً وأربعمائة مليون جنيه بالإضافة إلى زيادة بلغت أربعة أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة التي بلغت 20 مليار جنيه مع زيادة المستفيدين من البرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف فوصل عددهم إلى خمسة ملايين ومائتي ألف أسرة مصرية كما شملت بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية زيادة قيمة دعم إسكان محدود الدخل أكثر من 67 ضعفاً بالغة خمسة مليارات وأربعمائة مليون جنيه كذلك أنفقت الدولة أكثر من ستة أضعاف زيادة في المخصصات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعية إذ بلغت 180 مليار جنيه كما زادت قيمة دعم السلع تموني نحو ثلاثة أضعاف حيث بلغت 96 مليار و800 مليون جنيه تعد مصر من بين أكثر الدول ينفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من النتج المحلي الإجمالية كما تعد الأولى عربياً وإفريقياً وفقاً لتقارير دولية وإشهادات عالمية لكن العمل من أجل المواطن وتوفير حياة كريمة له ما زال جارياً وما زال يقينه بأن هناك دولة مصونة تحفظ حقوقه وتحمي مقدراته قائماً ترجمة نانسي قنقر